السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع عدنا بحلقة جديدة لأنه شهر جديد بسلسلة اسأل سيزار طبعا للي ما بيعرف هاي السلسلة أنا يمكن يمكن عامل 33 فيديو من اسأل سيزار يجاوب فيها جميع أنواع الأسئلة اللي ممكن تخطرها عبالك قد إشترات بحثة؟ عقول؟ جوابته؟ أنا ويه؟ بتلاقوه روحوا على البلاي لست في قناتي حتلاقوا بلاي لست اسمها أسك سيزار أو اسأل سيزار ويحضروا كل الفيديوهات أيضا إذا عندك سؤال خاطر في بالك أنا بقدر أجاوب وأكتب ليها في التعليقات بعض الأسئلة اللي ما بعرفها جاوبتها يا أخوان ما بجاوبها بس في كل بساطة وبعض الأسئلة أو كثير من الأسئلة مكرر ما بذكرها وكثير أسئلة بتكون يعني بتتعلق بالشخص نفسه مثلا قديش حق سيجي جهاز مثلا A52 ما بجاوبه لأنه بحاول أدور على سؤالي شوية يكون عام شوية مش دايما بحاول أجاوبه بقدر عليه فسامحوني لأي حدا ما بذكر اسمه سامحوني أنه أنتو بتكتب أسئلة وأنا بجاوبهاش يعني بحاول أكون عام شوية يلا بنا نبلش الأخ كراكن 13 بيسأل شو سبب انهيار شركة LG ولو أنت كنت في موقع عدارة أو صاحب قرار هنا شو ممكن تسوي يعني هذا كله تكهنات مني ما في إشي رسمي يعني ممكن أكون بخبص قاعد حاليا شركة LG كانت والله شركة متميزة وأنا شركة يعني أنا بكرهش ولا شركة مبدئيا بس كنت أحب برضو شركة LG واحد من الأجهزة اللي أنا بلشت أشتري فيها كان جهاز LG V10 كثير كيفت على هذا الجهاز كانت تصنع أجهزة مرتبة كانت تفكر دايما out of the box هيك بتفكر بتعمل أشياء مجنونة بترمي على السوق أنا أعتقد إنها ما شافت تطلعات الناس إيش بدها وحاولت تبتكر أشياء جديدة غريبة عجيبة بعض الناس كانت يحبوا هاي الشغلات بس مش كل الناس يعني شوف كيف الشركات كانت تشوف بالضبط شو شو الناس بدها وتسوي وينجحوا هي كانت تطلع بره الصندوق وتعطي أشياء غريبة عجيبة مرة تزبط عشرة لا فلما ظلت زي هيك والشركات عملة بتكبر 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 والصوايين دخلوا صاروا يكبروا 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 بطلت تقدر تنافس في هذا السوق فقررت إنها بدأت تطلع من هذا السوق تماما وهذا كان إشي والله مؤسف للغاية بالنسبة لي لو أنا كنت في محل الشركة أو في عندي قرار بتبع السوق كل الشركات بيقلدوا بعض أنتوا شايفين هيك منجحوا وبعدين بس يكونوا قويين بتميزوا بصيروا يطلعوا أشياء ثانية زي سامسون عارف حالة متميزة دخلت بيش يسمو فولد لحالها بقوبو دخلت كمان أعطت ثلاث أجيال عملة بلاشت تعطي أجيال خرافية تخيلوا والشركة هي تعلمت من سامسونج فيعني هيك كنت رح أسوي إنه أنا رح أتبع السوق شو بده بالضبط وأعطي الجمهور عقد للطلبات ونحاول نطور بس أنا بنفعش أكون مدير صحيح لو أني أنا مدير ومعي مصاري بعمل شقناها صح؟ عاكم الحال بشوش كله الأخ مختار الشريف بيسأل هل يستحق جوجل بيكسل ستة بنسخته يعني ستة وستة برو إنه الواحد يشتريه بيضل المشاكل السوفتوير اللي عليه بيحكم إنه في مشاكل بطارية ومشاكل كاميرات وبرضه ما لوش وكيل في البلد شوف جوجل بيكسل ملهاش وكيل ولا على الأغلب ما رح يكون لها وكيل على الأغلب خلص هي مركزة على سوق أوروبا ومركزة على سوق أمريكا وكندا على الأغلب هذو الأهم سوقين عندها فإذا بدك تشتري جوجل بيكسل بدك تعرف أنه أنت ما عندك كفيل ما في كفيل ولد 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 أنا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع عادي فشتريت موضوع المشاكل مع جوجل بيكسل موجود للأسف بس عشان أكون صادق معظمة مش مشاكل هاردوير سبق وشوفنا مشاكل هاردوير عندها بس للمرة هذه معظم المشاكل للأسف سوفتوير بس برضو من نظرة إيجابية مشاكل السوفتوير تحل بأبديت فأنا بعتقد بالأبديت القادمة لازم يعطونا حلول الأخ عبدالقادر التفياني بيسأل إيش أفضل شركة مصنعة للهواتف وهو بيختار هواوي والله كل الشركات أنا يعني ما عنديش أفضل شركة يعني طلع سامسونج طلع على هواوي طلع على أبل شاومي أوبو كل الشركات عندهم تميز كل واحد بتميز بأشياءه أنا حتى فقدت عنصر لني زمان كان عندي شركة محبة بإيلي أكثر إشي بطل عندي هذا العنصر خلص ما بعرف صرت أشوف والله سامسونج هسا بتقدم الأس 22 ألترا أنا متحمس له جربت الآيفون 13 برو ماكس عجبني كثير الوان بلس بتحمس له يعني خلص بشوف أن الشركات صارت تعطي أشياء كثير كويسة بس المشكلة وين بالأسعار بطلع أن نقدر نتحكم بالأسعار الأسعار بتطلع وبتطلع ما بتنزل وما فيش حل الموضوع إلا أنك تنزل تأخذ هاتف متوسط بس لما بتنزل تأخذ الهاتف المتوسط وأعلى من المتوسط بتخسر الشغلات كثير هيك الفكرة فأنا ما عندي إشي يسمو أفضل شركة في العالم ما فيش أفضل شركة في العالم صارت كل الشركات بتقدم حتى شاومي كل الشركات بيقدموا أجهزة يا رجل تيكنو شركة تيكنو عندها جهاز نوعا ما متميز إنفينيكس نفس الإشي يعني ما في اسمه بس طبعا مش كل إشي كويس بس يعني طلع ريلمي وين صارت ريلمي يا أخوان ريلمي كان شركة مش معروفة هلا صارت بتنافس وعندها أجهزة محترمة فما في أفضل شركة في العالم صراحة الأخ ناجي بسألني ما رأيك في هواتف أوبو وفيبو وهل النظام مستقر وهل جودة الصوت والمكالمات ممتازة نعم أنا جربت فيبو وجربت كثير أوبو أوبو كثير شركة يعني بتصنع أجهزة فخمة الإشي الوحيد اللي عندي مشكلة مع أوبو فيه يمكن هم تسعيرتهم أو أسعارهم بالنسبة للشركة بيكون غير أعلى هي موضوع التسعير لكن الأجهزة دعتهم يعني أنا عندي أوبو رينو سيكس لحد دقاء موجود عندي برو كثير متميز فالسوفتوير عندهم بالعكس كثير نضج وصار برضه متميز والفيبو أخت أوبو يعني نفس الشركة بعتبرها لأنهم عندهم أب واحد لاشت أخبص أنا صاح أخت وأب وخي واش فيه معلش سامحوني الأخ يوسف حمو سألني سؤالين وحطهم سؤال واحد إنه كم لغات أتكلم كم دولة سافرت إلها وإيش الدولة اللي حابت سافر لها وبين الشخصية التاريخية التي بتحبها هتكلم إنجليزي عربي وروسي أوكراني بلطش يعني ثلاث لغات بس الدول اللي سفرت إلها أوكرانيا سوريا لبنان فلسطين طبعا الأردن أنا في الأردن دمارات سعودية تركية بس والله شو كله بس بس إن شاء الله بس سافر أكثر دولة اللي حاب أسافر أمريكا نسيت أحكي سافرت عمريكا يا أخوان نسيت حد بنسك دولة زي هيك والله غريب الدولة اللي حاب أزورها تشيك بالذات مدينة براغ جميلة جدا طبعا حاب أزور كل أوروبا بس يعني تشيك ما بدأينا أول شيء والشخصية التاريخية الشخصيات التاريخية كثيرة واللي بتهمنا وبنحبها وأنا بحب شخصيات تاريخية كثيرة بس أعظم شخصية بالتاريخ أنا بنسمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش عشان بس هو نبينا وإحنا مسلمين نبينا أفضل خلق الله بدي أتجرد شوية بديش أحكي موضوع دين بدي أحكي لك بس عن أخلاق هذا الرجل اللهم صلى على سيدنا محمد يعني لو بس نبحر في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ونتعلم من أخلاقه العالم كله بتغير العالم كله بتغير أنا هذا قدوتي الأولى طبعا ويعني الصحابة وما إلى ذلك بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما أتعب بالحياة بتذكر كل ما أزعل بتذكر أعمال ومواقف كل إشي يعني حياتي بحسها أتمنى أني أهتدي بهديها أتمنى ذلك وإنتو كمان إن شاء الله صلوا على النبي يا أخوان اللهم صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأخ ذا بروفشنال بسألي إيش رأيك في الإمارات وخصوصا في التقدم التقني هل في تقدم تقني ولا لا بالذات دبي أنا عايش في دبي نعم في تقدم تقني كبير كل إشي بحوله إلكتروني كل إشي ما في مراجعة مثل الحكومة قليل جدا موضوع المراجعات إلا تحتاج تعمل بصمات لازم تروح بس باقي الإجراءات كلها بتكون أونلاين كل إشي أونلاين كل إشي بتحكم فيه كمبيوترات كل إشي منظم صلاحة كل إشي بصير فيه سيستم بتحكم فيه دبي أنا أكثر مدينة عربية متقدمة في هذا المجال الأخ اسمه التعبيري إن الذي خلق الظلامة يا راني بيسأل هل إنه تركيز الشركات على الهارد وير أو تركيز الشركات على السوفت وير مين أفضله على السوفت وير ولا على الهارد وير هو شكله حابب إنه يكون شركات تركز بالنسبة للتصوير على الهارد وير أفضل تركيز حاليا الشركات مجموع ما بين الجهتين بس البرمجة بس المعالجة عن طريق السوفت وير فيها تركيز أكبر من بعض الشركات زي مثلا شركة جوجل بتركز أكثر على السوفت وير شركة سامسونج بتركز على الهارد وير وسوفت وير ففعليا التركيز على الجهتين موجود بس مش كل الشركات عندهم نفس التركيز شاومي بتركز على الهارد وير مثلا قبل تعمل موازنة بصراحة عندها يعني الهاردوير مش كتير مهم زي ما تلاحظوا مثلا الكاميرا ما تغيرت 12 ميجابيكسل ما تغيرت بس السوفتوير بتغير عندها فالشركات مختلفات الأخ جمال أو جامل بسألني كيف تتعامل مع المحبوطين وكيف تدير القناة أوش القناة يعني إدارتها هي شغلي الوحيد حاليا بعرفش كيف بديرها بصراحة مش عارف بس بدور على محتوى يعجبني وبصنعه وبنتجه هذا كل ما أسوي حاليا وشوية حاليا مش كتير مركز مع القناة لأنه أنا غير مستقر لساتني ما استقرتش في الإمارات ما عندي بيت ما عندي إقامة ما عندي رخصة ما عندي هوية ما في مصدر دخل ثابت فما في استقرار بس مش قلقان مش خايف مش مضعور الحمد لله لأنه الرزق من عند رب العالمين لما الله يقرر يرزقني بتلاقوا معي مصالي فجأ معي مصالي فجأ معي مصالي سبحان الله يا أخي الله يرزقنا جميعا آه المحبوطين يا رطيف يا أخوان المحبوطين مشكلة التعليقات السلبية مشكلة قد ما تحكولي ما تقرأها ما تعبرها مصبوط أنا هذا ما سوي ما حاول ما أقرأهاش بس إلا ما تجيك إلا ما تشوفها إلا ما تحبطك إلا ما تزعلك لأنك بتتعب بتتعب بيجي واحد بيجي يقول لك أنا كذب مطبل تافه محتواك زبالي إلا ما تلاقي حد يحكي زيك فعشان ما تشوفيش هيكة تعليقات بدك تبطل تردع تعليقات كلها بس أنا بحاول أردع تعليقات يعني بقدرش أشوف تعليقات ومردش يعني بحاول قدر تستطيع ردع تعليقات المحترمة طبعا السلبية بحاول مردش عليها بس تأثيرهم موجود بحاول إني أتغاضع عنهم لكن التأثير موجود الأخ يردوان يوسف بقول لي ما هو شعورك وانت بتسمع عن أخبار إنه روسيا سوف تغزو أوكرانيا يعني هون أنا حكي سياسة وانا بعرفش حكي سياسة بصراحة وبفهمش بالسياسة مش كثير بحب السياسة وبفهم فيها بس أنا ما بحب الحرب وأنا يعني أوكرانيا وروسيا لما عشت في الفترة اللي عشتها هناك كانوا زيك إنهم دولة واحدة فكنت حاسس حالي عايش كنا في دولة واحدة بعز عليه إنه صير حرب الأخي محمد الناصر بسألني أفضل حسسات من سوني وإلا من سامسونج اللي هو كاميرا وليش؟ بصراحة دورته ملقيتش أسباب كبيرة ولكن سوني هي المتقدمة في هذا المجال وسامسونج بتنافسها بس حصة سوني هي الأكبر التنافس بكون عن طريق صناعة حساس أفضل يستوعب الضوء بطريقة أفضل وسوني كانت متقدمة في هاي التقنية عن سامسونج بس هلسة سامسونج عمالها بتلحقها وبتجيب أشياء قريبة منها فبقدرش أقول شو السبب الرئيسي ولكن حاليا سوني متقدمة بس ما تستبعد إنه سامسونج تنط الأخ حفيد الياسمين بسألني شركة تيكنو بتحدث أجهزتها وشو أفضل شركة من ناحة الالتزام إذا بتسألني أفضل شركة بالالتزام بالتحديثات أبل نقطة بعدين صارت سامسونج تعطيك أربع سنوات الأخ عبد الرحمن مكي بسألني أو بحكيلي بتمنى إنه نفسي تعمل محتوى غير المحتوى التقني بجانب المحتوى اللي انت بتقدمه بس بدأ أذكره إني أنا أعامل سلسلة اسمها عالم سيزار على هاي القناة بعمل فيها محتوى غير تقني احضره يمكن يمكن يعجبك والأسبوعات فيه كمان حلقة عن رحلة إلى أوكرانيا مع أمر خلف بحكي للهوب حابب يشتري الآيفون 13 برو ماكس برضو حابب يستنى الجالكسي أسة 22 أولترا هو بحب التصوير وبده بطالية تدوم شوف لسه الأسة 22 أولترا ما طلعش وما بنعرفش كيف أداء البطارية ماشي الحال بس الكاميرا أكيد حتكون خرافية بس الآيفون بقدر أحكي لك إنه عنده كاميرا رهيبة وعنده بطارية خرافية يمكن أفضل بطارية بطارية هنا عن جد جميلة موضوع نظام قبل وأنه مسكر أنا ما كنتش متعود عليه في البداية بعد فترة زمنية محترمة بلشت أتعود عليه بصراحة ممكن تتعود عليه إذا بدك والبطارية رح تعجبك والكاميرا رح تعجبك بس برضو أنا بقول استنى شوف الأسة 22 أولترا وكيف أداءه أصبر شوي بس سؤال الأجان هيك انطباعي عن أتاك رونتاية الجزء الأخير خرافي خرافي يا أخوان على جد يعني كيف بيسووا مسلسلة زي هيك أنا ما بعرف بس هذا المسلسل متعوب عليه مسلسل يعني فيه تعقيدات كثيرة بالموسيقى بالتحريك بالشخصيات كيف السرد كل إشي بس أكثر أكثر شخصية بحبها في هذا المسلسل القائد إيروين نعم هذا أجمل شخصية في هذا المسلسل وعندي مسلسلة ثانية بحضرها إذا بتحبوا أحكي لكم عنها إن شاء الله اكتبوا لي أسئلتكم في التعليقات عشان الفيديو القادم بيكفي لهون بشكوا في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة